أهلا بكم مشاهدينا في حلقة متميزة جداً النهاردة عنوان حلقتنا النهاردة هو زيد من مدراش اليهود إلى كاتب القرآن بطل الفكرة أو الحلقة النهاردة هو زيد ابن ثابت من هو زيد ابن ثابت؟ بالنسبة لي كده عايزة أشارك معاكم نقطتين ببساطة في نظرة كده للماضي وإحنا بنتعلم عن الشخصيات الإسلامية المهمة في كل مراحل التعليم في حياتنا في مصر مثلاً على الأقل أو يعني كل من يسمعني في الدول العربية الإسلامية إحنا درسنا عن شخصيات هامة في حياة محمد إيه همهم طبعاً أبو بكر وعيلته عمر ودوره عمر بن العاص خالد بن الوليد عمر بن ياسر طبعاً ده عشان خاطر التعذيب والكلام ده كله واللي شفناه في الأفلام والكلام ده اتعلمنا حاجات من الثقافة العامة وتعلمنا حاجات من الدراسة في المدرسة وطبعاً يعني كل واحد من الناس اللي ذكروا والخلفاء الرشدين والكلام ده كله كان كل واحد منهم لسبب لذكره هام الصحابة عموماً بالنسبة لنا كانوا مجموعة من الناس إحنا لما نسمع عنهم نقول رضي الله عنهم وأرضهم بس حتى وإحنا بنتكلم عن أخطأهم الرهيبة وعن خروجهم عن الأخلاق وخروجهم عن الإنسانية نقول برضي رضي الله عنه مش كده؟ لكن أنا لا أذكر مثلاً إننا درسنا تفاصيل عن زيد بن الثابت ربما إنه ذكر بالنسبة لي ولكنه لم يبقى في زاكرتي النقطة التانية اللي عايزة أشارككم بيها النهار ده أنا الحقيقة بقول إنه أنا صدمت إنه لم يبقى في زاكرتي لأنه شخصية هامة وهتعرفوا دلوقتي شخصية هامة تاني الليه؟ النقطة التانية والمهمة إننا لم نتعلم دراسة التفاصيل واستنتاج حقيقة القصص منها النهار ده إنتوا اللي هتواجهوا أنفسكم وإنتوا اللي هتبحثوا وتشوفوا هو إحنا كنا نعرف حاجة عن الشخصية دي ولا لأ أنا فاكر إيه عن أهمية الشخصية دي ولما تعرفوا تفاصيل حياة الشخصية دي هتفهموا ليه؟ وده المهمة عندي إنه كل واحد منكم يتعلم طريقة البحث الحقيقي اللي ما كنتوش تعرفوه لازم تفكروا فيه وليه لازم تعرفوه واللي ما تعرفوهوش ده عن شخصية هامة بالشكل ده وصلت لكم القرآن كما هو اليوم بكل مشاكله وتنقضاته وتفاصيله وأشياء كتيرة أخرى هنسمعها في الحلقة دي مين هو زيد بن سابت وما هي أهميته في الإسلام ومفاجآت كثيرة أخرى عن هذه الشخصية وأثرها على الإسلام وحياتك أنت وحياتك أنت اليومية وعلاقتك بالله حيقدم لنا هذه الدراسة عن شخصية زيد بن ثابت ضيفي العزيز جدا الأستاذ مالك مسلماني أهلا بيك أستاذ مالك أهلا بيك وشكرا جزيلا على الاستضافة أختي أماني في الحقيقة أنا سعيد أتوقع هذه المرة الثالثة اللي أنا في استضافتك نعم وسعيد يعني لوجودي معك في هذه الحلقة الخاصة فعلا واللي تبدلنا في الأفكار رسمان أفكار بعضنا وأنا كثير فرحان بإني كمان أتعرف من خلالك عن مشاهدينك لأنه أكيد كمان مشاهدينك لون خاص لون معرفة خاصة ومنحب كمان أن نتواصل معهم ونسمع آراء في الحقيقة لأنه عندك كمان جمهور رائع جدا جمهور كان أمين معك لسنوات في برنامجك وجمهور مهتم تابع برنامجك فسعادة جدا يعني أنا سعيد شخصيا لوجودي في هذه الحلقة معك ربنا يباركك أنا أيضا سعيدة جدا أن أنا أقدمك برضو لجمهور المرأة المسلمة وهو جمهور مختلف عن الجمهور اللي حضرتك اللي بيتابعوك هو جمهور كبير جدا وبيتعلموا منك الكثير لكن النهاردة أنا حاب أقول لكم أنه شريكي في الحلقة الأستاذ مالك مسلماني هو كاتب وباحث إسلامي باحث في التاريخ الإسلامي وأيضا هو مقدم برنامج القرآن دراسة وتحليل اللي كانت شاركته فيه في جزء منه الأخت فرحة والآن هو بيقدمه بدون وجود الأخت فرحة لأنها مشغولة في كل البرامج الرائعة اللي بتقدمها أيضا لكن هذا البرنامج له تاريخ مؤثر جدا أكتر من 300 حلقة في موضوع القرآن أيضا حديثا حضرتك ابتدت تعمل برنامج المجلة اليهودية كم حلقة لحد دلوقتي هو؟ اليوم موجود على اليوتيوب 20 حلقة وفي الحقيقة المجلة اليهودية هو كمان حبي خلال حياة متميزة ببرامج كثيرة في الحقيقة ولا مبادرات في برامج كثيرة أحد المبادرات كمان أن يكون عندها تقدم المعرفة المختلفة الروحية والعلمية للمشاهدين ففي البرنامج الحالي المجلة اليهودية أيضا فكرة البرنامج أن نقدم معطيات ومعرفة عن اليهودية ولا سيمة اليهودية القديمة لسبب خاصة أن اليهودية القديمة أو اليهودية المبكرة كانها أثر كبير على الثقافات السابقة لا سيمة الإسلام ففعلا أي دارس للإسلام لابد أن يمر بدراسة اليهودية والمجلة اليهودية مهتمة جدا بأن يتقدم معرفة عن التاريخ اليهودي والعادات والقيم اليهودية والعقاد اليهودية خصوصا الموضوع القديم في اليهودية وليس اليهودية المعاصرة الحقيقة الحلقات مشوقة جدا أنه بتفسر حاجات يمكن الكثير مننا لم يسمعها ولم يعرف تاريخها وأصولها وتفاصيلها من قبل فأنا بشجعكم أنكم تشاهدوا الحلقة دي وأيضا هذه الحلقة هيكون لها ارتباط مباشر أو هذه الدراسة عموما بالنسبة لك لها ارتباط مباشر بما بعد ما سنتكلم فيه النهار ده النقطة الثانية اللي يسعدني طبعا أنه المشاهدين اللي ما يعرفوهاش عنك يتعلموها النهار ده هي أن حضرتك أيضا عابر وده يعني بعد كل هذه الدراسات والحاجات اللي ربنا يعلمها لك والأمور اللي مريت بيها أنت اليوم تتبع المسيح ودي حاجة جميلة جدا تحب تعلق على الموضوع ده نعم صحيح أذكر أني في حديثنا أنت سألتين أني هل كانت كتاباتي كلها بعد الإيمان يعني إيمان بالمسيح أم قبل الإيمان بديتشيو وخبرتك أني أنا جزء من كتاباتي كانت قبل المسيح كان أنا عندي نظرة نقدية للإسلام ولكن كان نظرتي بسيطة أني أنا حبيت أفكك المنظوم الإسلامية ولكن ما كان بزهني أقدم أي بديل للشخص المسلم يعني أنا كان بهمني جدا أجعل المسلم يخرج عن إطار الدين الإسلامي بدون ما أكون أنا عندي بديل روحي أو ثقافي أو قيمي بديل ولكن لما اكتشفت طبعا الإيمان المسيحي والقناة الحياة إلى فضل كبير في هذا الموضوع فعلا بسبب برامجة وبسبب أنشطة المختلفة فأكتشفت أنا كنت يعني بشكل ما بموقف غير صحيح لأنه لا يكفي أن تفكك المنظومة عند الآخر أيضا يجب أن تقدم له البديل واكتشفت أني فعلا اليوم نحن ماشيين في طريق صح أني نحن نريد أن نقدم بديلا للإنسان حتى إذا تفكك عنده منظومة سابقة أو دين سابق يكون عنده أرشاد حقيقي نحن ما نضعه في حال الضياع لأنه الإنسان يعني المفروض أنه ما يملأه لازم يكون روحي أولا وإحنا نعرف كده من حياتنا الشخصية ومن المشاهدين اللي بيكلمونا فإحنا لا يكفي أن احنا نهدم الإسلام أو الفكرة الإسلامية أو نخرجهم من المشاكل المعضلة الإسلامية ونتركهم بلا يعني إرشاد لكن هو روح الله اللي يرشد والمسيح كان الإجابة بالنسبة لنا والحلة بالنسبة لنا يعني كل اللي نقدر نعمله نحن نقدم لهم ده نقدم وقدم لنا يعني في الحقيقة بالضبط ولأنه الكتاب بيقول كده يعني إذا بيتك أو قلبك مليان شياطين والشياطين خرجوا بعد كده لو ما فيش الله اللي يملأ المكان بقوا يملأ أفكارك وقلبك وحياتك حيرجعوا تاني ويرجعوا أضعاف كتاب بيعلمنا أضعاف نعم طيب أنا حاب أن المشاهدين النهاردة يتعرفوا قبل موضوع الحلقة على كتابتك لأن ده مهم كل ما نقدمه لكم هو يعني الأخ مالك الحقيقة مثل عملي على أنه التفكير والبحث والانفتاح والدراسة والانفتاح على الله يؤدي إلى مكان استقرار ومكان أمان فأنا دهشت أن حضرتك أولا الكتاب اللي كتبته أولا كان ميلاد الدولة الإسلامية أنا أسفة خلي أنا حطيت صورة قبل ميلاد الدولة الإسلامية حضرتك كتبته في 2001 وواحد لكن هل ده كان قبل قبولك للمسيح؟ نعم أول كتابين فعلا قبل الإيمان وفيما بعد الكتاب التالي كلها بعد الإيمان والكتاب الثاني كان إيه؟ كمان أمر ابن الخطاب السيرة المتوارية أيضا كانت بالفترة اللي قاربت فيها على إيمان ولكن لم أدخل في الإيمان بعد يعني 2006 أمر ابن الخطاب السيرة المتوارية والمناسبة طريف الموضوع أني بعض القراءة اتهموني أني أنا متشيئ هاجمت أمر آخرين قالوا لأني أنا منتمي إلى التيار السني المتعصب ودافعت عن أمر في الواقع هو لم يكن دفاعا ولا لم يكن هجوما كانت تحليلا نقديا لأمر لشخصية أمر ممتاز الحقيقة أني أنا لازم أطلب منك نسخة من هذا الكتاب لأني لم أقرأه لكن أنا دبستك دلوقتي أطلب منك على الهوى نسخة بالكتاب خلاص مساء الأرسال الإلكترونية بسهودة أمين أمين شكرا الكتاب الأخير أنا هروح الكتاب الأخير الأول لإني سعيدة به جدا لهو كتاب محمد ما قبل محمد وده الحقيقة الكتاب اللي أنا بقدمه لكم النهار ده مش لسه القرآن ده لا ما حوصل له بعد ديه ده يريدك تدينا فكرة عن هذا الكتاب لأني حقيقي أنا لم أرى كتاب كتب عن محمد به هذه الصورة في اللغة العربية أيضا الكتاب هو يتحدث عن حياة محمد التقريق من فترة الميلاد حتى فترة ما يسمى إعلان النبوة بمعنى هو يتحدث عن مرحلة الطفولة إلى مرحلة التي بدأ فيها يفكر بإعلان البدايات إعلان النبوة وهالكتاب في الحقيقة هو محلل البحث عن محمد التاريخي ما هي العلاقات اللي كان موجودة في مجتمعه ما هي المذاهب والأديان اللي موجودة في محيطه سواء في مكة أو في الجزيرة العربية وهالكتاب كانت من بركات طبعا نعمل مع قناة الحياة لأنه أتيحت لي فرصة التفرغ في القناة والتحضير لهذا الكتاب مع استخدام عدد ضخم من المصادر أتوقع ما يقارب 350 مصدر فقط في هذا الكتاب فالحقيقة هذه إذا كانت جهد إلي فهو جهد لاشي بالمقارن مع المناخ الربلي وفره إلي من خلال العمل في قناة الحياة والحقيقة دي من أهم الحاجات أيضا في قناة الحياة أنه عندنا مصادر إسلامية متاحة لنا كلنا كخدام وكبحي بشكل ضخم جدا يمكن مش موجودة عند الكثير من الناس طيب بعد كده حضرتك عملت مجلدات القرآن تحليل وبيان بالاشتراك مع خدام آخرين من القناة زي الأستاذ محمد المسيح نعم مجموعة من العاملين اللي اشتركوا في هذا الكتاب أبرزهم طبعا الأستاذ محمد المسيح نعم والكتاب صدر ثلاث مجلدات وتم ترجمتهم إلى اللغة الإنجليزية نعم وأنا باعتقادي أيضا هذا من أفضل الكتب لأنه هذا الكتاب يقدم يعني نوع من الموسوعة مجموعة من المقالات والدراسات النقدية للآيات والقراءات بمعنى أنا أتوقع أن هذا الكتاب جدير أنه يقدني كل الشخص مهتم بالبحث العلمي بغض النظر عن خلفيته أنا موافقة معك جدا الحقيقة هو مرجع رائع جدا من يعني ويحتوي على مجموعة من المصادر الكبيرة أيضا وهو هتشوفوا دلوقتي الصورة للقرآن دي لما ده باللغة الإنجليزية أنا أحط كم صورة تشوفوها وهتلاقوا كل الكتب دي موجودة على أمازون وعلى Water Life على قناة الحياة فتدخل الحياة.org وحتكون موجودة على الشاشة Water Life Publishing Company فده القرآن دي لما المترجم الإنجليزي فهمينه إنجليزي وعربي وفيه أيضا كتابات مهمة جدا ده برضو كتاب الإنجليزي عن القرآن بيقول إيه عن الأديان الأخرى The Sword Verses وده القرآن تحليل وبيان وأيضا هذا الكتاب عن المرأة والحياة إن كلنا استخدمنا الدراسة اللي حضرتك عملها في هذا الكتاب أنا يعني دي مقدمة أيضا ده كتاب عن التقية دي مقدمة أنا عايزة كنت حاب أني أبتدي بيها النهاردة لسبب يعني طبعا عشان المشاهدين يعرفوك ولكن أيضا اللي خلاني حطوا كل الكتب دي إنه في مشاهدين النهاردة عاملين لك تحدي فلما حطينا إعلان الحلقة في بعض المشاهدين واحدة مشاهدة منهم بتقول إيه بتقول إنه الإسلام لم يقتبس أي شيء أنتوا بتكلموا عنه مين؟ مين زد ده؟ الإسلام لم يقتبس أي شيء من اليهود ومين الشخص اللي أنتوا بتتكلموا عنه ده إحنا ما نعرفوش وليس له أي تأثير في المجتمع أكيد أنت يا أماني دي خطة من عندك ومن خطتك لتشويه مفاهيم المسلمين والإسلام فأنا الحقيقة اخترت إخترت هي بتتكلم على حضرتك ولا بتتكلم على زيد فلاقيتها بعتالي تاني بتقول إيه زيد بن مدراش ده؟ ده مش موجود خالص عندنا مش موجود في الكتوبنا صحيح هو زيد بن مدراش غير موجود في الكتوب هي الطريقة اللي أرادت تخرق الأمور فيها مزبوط لكنها لكنها كمثل الآن هي مثل للمشاهدين اللي ما يعرفوش فعلا مين زيد بن ثابت صحيح هو اسم موجود في الحقيقة زيد بن ثابت ممكن أنا تخبرك أني أيضا أنا كمان في فترة تعلم من التاريخ الإسلامي ما كان هذا الاسم الشاع والمعروف بالنسبة لنا كان يعني الأسماء هو الصحابة الكبار سواء أبو باكر أو عمر عثمان أو علي أو القادة الإسكريين مثل خالد ابن الوليد ولكن غالبا الشخصيات اللي مثل زيد ما كانت معروفة بالنسبة للإنسان المسلم العادي في حياته اليومية أو ربما في التعليم في المدارس أو المساجد ولكن لما صرت مهتم أكثر في التاريخ الإسلامي اللي لفت نظري أني زيد كان شاب صغير في العمر مثل ما تفضل بعض ولاحظوني هو كان صغير في العمر فمع ذلك عندما تم جمع القرآن في أحد أخمان تم اختياره حتى قبل ذلك عندما تم جمع القرآن في أحد أبي بكر تم اختياره رئيساً للجنة الجمع فهذا الأمر لفت نظري فكرت أني اختياره غير ممكن يكون عبثي يعني أبو بكر كان ينتمي إلى المهاجرين من قريش وثمان كان ينتمي إلى المهاجرين من قريش زيد ما كان من المهاجرين ولم يكن ينتمي إلى قريش فبالنتيجة فكرت أني لابد أني زيد الخصوصية من هنا ينطلق البحث عن زيد عن شخصية زيد إذا لم تسمحي لي أحط ملاحظة أني هل يترى أني الإسلام في فترة الأولى ما كان مهتم برأي العلماء اليهود أو بالتقاليد اليهودية أنا في سورة يونس يقول الآية القرآنية الآية 94 و95 فإن كنت شكاً مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتابة من قبلك التفسير تقول أن هذا الكلام موجع إلى محمد لما كانت تراود الشكوك فكان عليه يروح يستشر اليهود الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فإذا القرآن نفسه أسس إلى مرجعية هي في حالة الشك يجب الرجوع إلى كبار علماء اليهود نعم فإذا نحن ما قدمنا بمعنى أن شي جديد أو بدأ أو فكرة غير موجودة طيب ارتباط بقى زيد أو قصة زيد عموماً بعلماء اليهود خلينا كلمني الأول عن مين هو زيد وزي التقى بمحمد يعني هم أكيد الناس دول اختاروه علشان خاطر ارتباطه المباشر بمحمد صحيح طيب زيد ابن ثابت الجميع يعرف أنه هو من بني نجار أنصاري من بني نجار يقال أنه كان عمره حوالي ست سنوات عندما قتل أبوه في معركة جرت بين الخزرج والأوس وبعد ما قتل أبوه لما كان عمره حوالي دعا السنة قدم محمد من مكة إذن أول دخول محمد إلى مكة كان عمر زيد دعا السنة ولكن اللافت للنظر أنه بعد سنتين عندما بلغ السن 13 سنة تقول المصادر أني زيد طلب من والدته أني قال لها أريد أن ألتحق بمحمد فالفكرة راقت إلىه وفعلا أخذوا أقرباء زيد هذا الصبي باتجاه محمد وقالوا له إياه محمد أني نحن لدينا شاب يعرف 16 أو 17 سورة من القرآن يقفزه وغيبة يقال أني محمد التقم مع هذا الشاب واجب به وقبل به أن يكون فيه يعمل عنده أو يخدم له طيب يعني زيد هو كان في المدينة ومحمد كان في المدينة ده بعد الهجرة صحيح فبطما البعض لها تفضل أني كان صغير السن يعني عمر إدعاء السنة عندما قدم محمد المدينة ولكن الملفت للنظر عندما كان عمر 13 سنة حسب المصادر بيقول أني محمد تعرف عليه ولفت نظره أني كان يقرأ 16 سورة من القرآن فأول سؤال الشخص يطرحون يعني من أين له هو شاب صغير أن يكون يقرأ أو يحفظ 16 سورة من القرآن يعني من أين له هل هي كناية بعض الباحثين قال أني ربما كانت تدل على أني زيد كان عنده معرفة بكتابات ياهودية واني 16 أو 17 سورة هي كناية المعرفة اللي كان بحوزة زيد لأنه هل في الوقت ده كان في حد بيكتب القرآن هل في الوقت ده الناس كانوا يعني ما حضرتك تقول كده أنا بفكر المشهد شكله إيه زيد إزاي وصلوا القرآن هل كان القرآن مكتوب في هذا الوقت هل إحنا كنا نسمع أنه الناس كانت بتجتمع حوالين محمد وبيحفظوا القرآن والقرآن محفوظ في الصدور في هذا الوقت فكيف حافظ 16 سورة من القرآن مع هذا السؤال المطروح للمصادر ما تقدم إجابة عنه الأطرف في الموضوع عندما نقرأ نتابع عند ابن سعد وهو من المصادر الموثوقة محمد يقول طلب بيخبر زيد يعني زيد بيحكي كيف أني التقى مع محمد قال أني محمد طلب مني أن أتعلم كتاب اليهود وقال بالخرف الواحد أني لم أأمنهم أن يبدلوا كتابي فبيقول زيد فتعلمته في بطاعة أشهر ليلة تخيلي أني يأتي الشخص اسمه محمد إلى زيد يقول تعلمي زيد اللغة العبرانية لأني لا أمن أن يبدلوا كتابي طيب ما وكتابك لم يكن باللغة العبرانية أو لم يكن باللغة العبرية لماذا يجب أن يتعلم زيد لغة أخرى ليحفظ القرآن إذن بدل على أني كان محمد في حاجة إلى معرفة معينة يستقيها باللغة العبرية وما كان قادر إلىها ولكن توسم بزيد خيرا أو كان واثق بزيد عنده الموهبة والمعرفة فأطلب منه هذا الموضوع طيب في هذا الوقت هل كان في ناس كتير بتعرف تقرأ وتكتب عموما يعني يجيد اللغة العربية وأيضا يجيد لغة أخرى لغة اليهود علشان يقدر يقرأ ويكتب ويفصر الكتب اللي بتوصل لمحمد لا هو الواضح أني ما كان فيه فريق قادر على الترجمة أو المعرفة الكتابة لأنه كان يقال طبعا كل المصادر مجمع لأنه كانت المعرفة باللغة العربية كانت معرفة قليلة جدا بمعنى معرفة الكتابة أقصد وليس الكلام ولكن زيد كان من النخبة اللي كان قادر على الكتابة اللافت للنظر أني محمد طلب منه أن يتعلم اللغة العبرية وهذا أمر كتير رهام كيف طبع محمد يتعلم منه اللغة العبرية أنا أظن أني محمد لما التقى مع زيد وسمى منه المجموعة من الأحاديث والمعرفة اللي يتقال إنها ستطاع الصورة فمجموعة من العناصر خلت محمد يحب وجود زيد معه أولاً واضح أني شعر بثقة بزيد الأمر الآخر أني أيضاً زيد كان من الأقلية التي كانت تجيد الكتابة باللغة العربية فضلاً على أني طلب منه أن يتعلم اللغة العبرية الواضح أني هو من النخبة التي قادرة أن تقرأ باللغة العبرية والعربية والعربية فضلاً عن أن المصادر تعطي إشارات واضحة قال أن زيد تعلم علوم دينية في مدارس يهودية نعم وأيضاً هناك مصادر تقول أنه كان من الممكن أن يكون من خلفية يهودية هل تعلم فقط في مدارس اليهود هل من الطبيعي بما أن حضرتك بتقدم المجلة اليهودية هل من الطبيعي أنه المدارس اليهودية تقبل في هذا الوقت أطفال مش من اليهود يعني إلى الآن إلى الآن هذا من الطبيعي أن المدرسة اليهودية اسمها مدرسة يهودية أن تكون فقط للأطفال اليهود أنا لا أعتقد أنه إلى الآن في العصر الحديث لا أعتقد يوجد مدرسة يهودية إلا إذا بعض الحاليين المذاهب الأصلاحية أو الليبرالية الشديدة الليبرالية في أمريكا يمكن أن تقبل أطفال غير يهود في مدرسة يهودية أما الاتجاه العامل الاتجاه المحافظ أو المتشدد أو الأرثزوكسي الخديث لا يقبل طبعا فما بالك في قبل 1400 أو 1500 سنة من الطبيعي أن طفل يذب إلى مدرسة يهودية نضع علامة استفهام إذا هذا كان طفلاً يعني طفل يهودي أو لا الواضح ممكن نقول أنه فعلاً كان ممكن نكون يعني حقيقة أنه كان تربط تربية يهودية أو طفل يهودي نعم حضرتك قلت أنه في مرجع بيقول أنه كان له ذو أبتان وهما الكرز اللي بيبقوا على جوانب السوالف السوالف بس الطويلة نعم 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 فكرة السوالف هي فكرة يعني نحن كلياتنا بطفولتنا عندما كنا نشاهد التلفاز عندنا نلاحظ وجود اليهود مع السوالف أو أبتان هولي يابل عبري اسمها بيوت بمعنى الطرفين نعم فهذا الشيء سيقرأ الأخبار الطالفية يعني بمعنى علماء اليهود نعم اعتمد على أنص كتابي في سفر اللاويين بيقول أني لا تفسد عرضيك نعم الشعر على الطرفين فسروا الأخبار أني يجب أن تطلق السوالف نعم وفعلاً نحن نحن إلى اليوم ونشوف اليهود المتدينين لديهم هذه السوالف طبعاً الأشكال المتتلفة بغض النظر ممكن بأربع الشرقية غير اليمنيين يتميز اليهود اليمنيين بالسوالف الطويلة تقريباً أكثر من غيره فإذن وجود السوالف هي صفة مميزة جداً للشخصية أو بمعنى للشخص اليهودي المتدين في العصر الحديث المتدين الأورتودكسي اللي الآن بنقول عليه أنه ده يبقى يهودي أورتودكسي من الشخصيات المتشددة دينياً ففي ذلك الوقت كان دي من علامات أنه الشخص يهودي طيب إذن ده ممكن يكون أحد الأمور اللي خلت محمد يتاجه لي فعلاً نعم فالأمر الآخر أن المصادر الإسلامية بتخبرنا على أن أهل يثرب سكان يثرب كان بعض النساء كانت إذا ما كان عندها يعيش الولاد كان مشكلة الموت المبكر للأطفال كان موضوع شاعة في العالم الخديم لفترة قريبة جداً في العالم الثالث نعم إنه مفايات أطفال شاعة جداً ففي تلك الفترة قبل ما جاء محمد إلى يثرب كان النساء في يثرب الأخبار موجودة في تفسير القرطبي وأسباب النزول عن الواحد تقول أني فكانت المرأة إذا كان عندها الطفل الأول والثاني يموت فكانت تقول أني خلص أنا أنذر إذا يجى الطفل وهذا الطفل بقي على قيد الحياة أنا رح أقدمنا اليهودي يصبح يهودياً ما كان تخيلي أني شاب وثني ولكن كان عنده أعتقاد بأن هذا حولاء اليهود هم أفضل يعني أفضل فكان قدموا الأخبار بتقول أني محمد في لما سنت أخ أربع يعني هجرية دخل في حصر بنيون وضاير وطلب منه الهجرة الرحيد إلى يتركه فيقال أني أثرب أتولى محمد قال له أني نحن عند أطفال موجودين مع بنيون وضاير لا نوافق فقال له محمد عندكم خيار أما يبقوا يرجعوا ألكن وأما يذهبوا مع قرار ألون فإذا الآية في البقرة 256 لا أكره في الدين بعض التفاسير تقول أنها متعلقة بأطفال اعتنقوا اليهودية بطلب من أهاليهم هذه نقطة مهمة جدا وإضافة هامة لموضوع لا أكره في الدين لأنه هذه الآية التي يتشدق بها معظم المسلمين في أن الإسلام لا يكره الناس على اتباعه أو البقاء فيه يعني نقطة مهتاجة بحث طبعا هي منسوخة يعني يعني بالنسبة للفكر الإسلامي هي منسوخة فهيات السيف الموضوع منتهي جدا ويعني الطريف أني الشهادة التي كانت ذا أوباتين في حقيقة هذه الشهادة موجودة بحكونا يعني بأنني تفضلتي وطرحتي موضوع الروايات التي تتحدث عن وجود ذا أوباتين أو السوالف الطويل أو بي أوت بالعبود نعم تقول ابن سعد في الطبقات الكبرى أني كان ابن زيد يتعلم في مدارس ماسكة ماسكة هي قبيلة يهودية فكان هذا الشخص يذهب إلى مدارس ماسكة إلى مدارس جماعة يهودية فهذا النقطة النقطة الثانية أني لما موضوع ذا أوبتين كما نعنا رواية بيخبرنا سجستاني إختي عبدالله بن سعود لقد قرأت من فيه محمد سبعين الصورة وأنا لزيد بن ثابت ذا أوبتين يلعب مع الصبيان الغريب يقول في مكان آخر أني سألوا مرة لعبدالله بن مسعود لماذا معطرد على كتابة زيد للقرآن على أشرف زيد بن ثابت نعم فبيرد فبيرد لهم ما لي ولي زيد ولي قرأت زيد لقد أخذت من فيه رسول الله سبعين صورة وأنا زيد بن ثابت يهودي له ذا أوبتين إذن تتواتر روايات مختلفة بأماكن مختلفة على أن زيد كان شابا يهوديا يدرس في مدارس يهودية القصة التي حكيتها مهمة جدا لأن هذا الشخص يقول أنا حفظت سبعين صورة وأنا بسمع من الرسول وده كان لسه طفل يهودي له ذو أبتين وبيقولها كده يعني يهودي يعني أنا حبة أن المشاهد يتابع معنا في الحتة دي ليه بنبحث في موضوع يهودية زيد أو أنه تعلم العبرية ولا ما تعلمهاش ولا كان يعرفها قبل محمد ولا بعد محمد لأنه مهم جدا نعرف ارتباط ده المباشر بالقرآن والتراث الإسلامي أوكي نعم معنا مكالمة لو لو تحب ناخد مكالمة ونقف ثواني تفضل لا تفضل هيكون معنا الأخ زكريا أهلا بيك يا زكريا تفضل أوكي طيب بس خلي يسألني سؤال للاستاذ مالك مباشر أوكي أوكي طيب معلش ننتظر شوي الزهر مش عارفين يوصلوا المكالمة طيب لا رأس ما أنا ممكن التعليق جانبي يعني موضوع أني طبعا اختجاج ابن مسعود نظريا واحتجاج وجه أني أنا قرأت كنت رجل ودرست القرآن وسماعت لمحمد واجه هذا الطفل اللي كان مرفقت 13 سنة وكان يلعب مع الصبياني اليهود وكان في مدرسة بني ماسيكا اليهودية وبكل بساطة تقدم يعني يكون مسؤول على جنة الجمع أظن أنا هنا طبعا ليس دفاعا بمعنى عن عثمان أو أبو بكر ولكن أعتقد كان قرار حكيم أني صحيح ربما ابن مسعود قرأ القرآن مع محمد وتعلم القرآن ولكن طريقة الكتابة طريقة التسجيل آليات الكتابة بمعنى يوجد شيء اسمه في علم الكتابات يعني الكتب المقدسة الخط الناس أو الشخص الخطاط فهي ثقافة خاصة أنا ممكن أكون أجيد يعني أممكن أجيد فرضا جيدة بقراءة لحظة جديدة ولكن أنا غير مؤهن على تقديم نسخة يعني طبعية للكتاب معرفتي بشيء لا تعني أني أنا مؤهن زيد كان مؤهن لهذا الموضوع أوكي طيب خليني أسألك على الحديث اللي بيقول أنه محمد طلب من زيد أنه يتعلم العبرية يعني الحديث ده في أسئلة كتير عن يعني إيه اللي كان بيدور عليه محمد وهل فعلا زيد اتعلم العبرية في 15 يوم عشان ده بقى إيه ما يفتخر به المسلمين النهاردة ويقول أنه كان من الأزكياء وأنه في كل زمان هناك وناس بيبقوا نبغين واحد نبغى لكن هل ده نوع من التحوير في القصص الإسلامي زي ما بنعمل إضافة البطولات على الأشخاص ولكن الحقيقة شيء آخر لا لا أكيد متما تفضلت هي نوع من الأرصاق البطولة بزيد من جهة ولكن النقطة اللي ممكن يكون محرجة بالنسبة للمؤرخين المسلمين أنه عندما طلب محمد من زيد أن يلزب لتعلم لغة العبرية أكيد زيد ذهب إلى مدارس اليهودية وبقي معنا سنوات يعني أن شخص يتعلم اللغة لا يتعلمها بيوم واحد ولا بإسمان ولا بشهرين يحتاج إلى يعني إذا كان مشتهد ومجد فالأقض يحتاج إلى سنة فضلا عن ذلك لابد أن المدرسة تقبل بهذا الشخص تقبل بتعليمه فأنا تخيلي وهي مجرد طبعا فرضية بإني زيد زهب إلى يتعلم فترة طويلة كونه زيد كان بالأصل يعني بني ماسك يتعلم في المدرسة اليهودية فأتوقع كان زيد محل قبول إتابة التعليم فربما ما كان عند المعلمين اليهود أي فكرة عن علاقة زيد المبدئي بمحمد فذهب زيد لفترة ربما تشتاز السنة وثق تعليمه تطور في تعليمه ورجع إلى محمد تخيل عندما يقول له محمد تعلم كتاب اليهود فأني والله ما آمن اليهود على كتابي طيب كيف يأمن اليهود على كتاب هذا لغز يعني جواب هو ما قال له أريد لك أن تترجم للكتابات التي تأتي الرسائل قال ما آمن اليهود على كتابي إذن كان ممكن أن نقول أني كان زيد في أحد المراحل كحصان طروادة موجود في مدرسة يهودية يتعلم يقتنص المعرفة ويأتي بها إلى محمد شفت بعض التفسير لموضوع ما آمن اليهود على كتابي أنه كان لا يأتي منهم على تغيير ما في كتابه إذا كان الكتاب ده مرسل لحد ولا يقصد به القرآن وكيف يغير اليهود كلام القرآن إن كان يقصد القرآن إذا كان إذا كان الله حافظ لهذا الزكر مثلا يعني حديث محير فضلا ما تفضلت أنت هو الموضوع يعني البعض اللي يقول أني مراسلات يجريها محمد مع الآخرين كان يخشى من اليهود أن يغيروا في المراسلات من طبيع أني طيب المراسلات تقوم باللغة العربية المفترض أو اللغة البلد المرسل إلى الرومانية على سبيل المثال أو الفارسية ولكن ليس العبرية لو نفترض أني محمد سوف يرسل رسالة إلى أمير في فارس سوف يرسلها باللغة الفارسية ولن يرسلها باللغة العبرية الواضح أني محمد طلبه لم يكن طلبا عبثيا يعني أنا أحب أخبر أني مجرد ما يجيش طفل إلى مدرسة يهودية فهم الطبيعي أني يتعلم الأبجدية مو فقط الأبجدية العبرية ولكن يتعلم الأبجدييات التورات فالهيكل التعليمي الموجود في المدارس اليهودي خطة القديمة لابد أن يوجود أستاذ أو معلم المعلم أيضا يتلقى مال يعني جراء العمل بمعنى هذا الولد الموجود في مدرسة يوجد مجتمع يوفر الإمكانية المالية لدراسته في المدرسة في الكتاب المرحلة الأولى اللي كان يدرس فيها أنا زاخ في فلسطين اليهود كانت تسمى بيت سيفر بمعنى اللي نحن نسميه حاليا الكتاب الأبجدية العبرية زاد أساسية التورات نعم إذن كان على علم بالتوراة وعلى علم جيد بالتوراة ودي النقطة نعم طبعا البعض يكون مصفين البعض تقول أني محمد طلب من زايد أن يتعلم السوريانية أيضا بنفس الموضوع ولكن طبعا بما أنه كان يخشى من اليهود من المنطق أن يتعلم العبرية وليس السوريانية فهي رواية أخرى تقول بني طلب محمد من زايد أن يتعلم السوريانية أوكي من أجل أن يأمن على كتابه ولكن أما زايد تعلم اللغتين العبرية والسوريانيين والرواية يوجد فيها خلال لأنه لا يمكن أن يتحدث اليهود في يثرب باللغة السوريانية يعني أنا كنت بسامع لأحد الشيوخ بيتكلم عن عن موضوع زايد قالك أنه هو اتعلم اليهودية في 15 يوم والسوريانية في 17 يوم والفارسية في 18 يوم فيه ترتيب برضو يعني الفكرة كل يعني في مصر نقول إيه إذا كان اللي بتكلم مجنون فالمستمع عائل والفترة العمرية يعني إذا كان شاب صغير تفضل نحن نفترض أن نسير مع هذا الاتجاه نقول أني تعلم ثلاثة لغات ما حاجة محمد إلى الشام قال عنه ترجمان القرآن هو لم يصفوه بينه ترجمان محمد قاله ترجمان القرآن ما حاجة محمد إلى الشخص يدعى ترجمان القرآن يجد العبرية والسوريانية والفارسية مرة أخرى هو الشيخ الذي قال هذا الكلام هو يريد أن يبرع أو يبيض ساحة محمد في الواقع وضعه في مأزق مؤكبر لأنه ما حاجة ترجمان القرآن أو كاتب القرآن إلى ثلاثة لغات إذن زيد بيبين أنه أهمية جدا كبيرة ربما ليس على الصيد السياسي أسوة بأبي بكر أو علي أو أثمان أو عمر ولكن على الصيد الثقافي الديني كان لزيد أهمية كبيرة هم شيء أنه نفسه محمد قال وصف زيد أنه أعلامكم بالفرائض طيب أنا متوقف عن فكرة ترجمان القرآن أيضا هل الترجمة مقصود بها أنه ترجمه إلى كتابة ولا الترجمة في المعنى الحقيقي لها هي ترجمة من لغة إلى لغة يعني خسب اللي ممكن التجاري يجنح العلماء المسلمين يمكن يقولوا أن الكتاب هي الكتابة بمعنى ينقل الكلام من الكلام المسموع إلى الكلام المكتوب ولكن كونه نتوقع أني أكيد محمد فيه كان في حالة خصومة بينه وبين اليهود في المدينة من المؤكد هو كان حبيب يتعلم المزيد عن الشراء اليهودية عن القصص اليهودية عن الأفكار اليهودية فكان هالحالة الخصومة يحتاج إلى شخص يعني يجلب له المعلوم ويجلب له المعرفة بالمناسبة يوجد حديث محسوب إلى محمد يقول لو آمن بعشرة من اليهود لآمن باليهود إذن هو بعد سنوات لم يتمكن إقناء عشر أشخاص يهود من الإمام فكان عنده إشكالية شخص لا يقبلوا به اليهود فكيف رح يأخذ من عندهم المعرفة إذن كان يعني يحتاج شخص يستل له المعرفة يأخذ له المعرفة يختبس له المعرفة لأنه هما لم يؤمنوا بيه كمان لأنه كانوا على علم بأنه بيأخذ من عندهم بيسرق من عندهم القصص ويحورها يعني أنا شخصين لما ابتدت أقرأ الكتاب المقدس قلت لا ده القصص يعني محورة في الكتاب المقدس لم أكن أعلم أن الكتاب المقدس عهد قديم وجديد هو الأصل وأن محمد هو من حور كلام ده كله هو كلام نعم طيب بعد بعد محمد نجد أنه أبو بكر وعمر وعثمان ميزوا زيد بشكل كبير أدينا منظورك لهذا الأمر يعني طلب كونه أني زيد تعلم الكتاب باللغة العربية وكان يجيد اللغة العربية وكان واضح أني تعلم الكتاب العبرية فمن المؤكد أني صار عنده معرفة بآليات الخط تدوين التورات وصار عنده تجربة إذن فكان مؤخل هو أفضل الشخص كان مؤخل ليكون مشرف على عملية جمع القرآن أو على عملية تدوين القرآن لماذا لأنه حتى كل المخيط اللي حاطوا في محمد مهما على شأنهم ومهما كان عندهم معرفة كبيرة باللغة العربية ومهما كانوا حافظين لأزائق من القرآن ما كان عندهم الثقافة اللي تؤهل لهم الثقافة طريقة الكتابة الخط بمعنى ما يسمى بالإنجليزي سكرايبز فهذا الخطات أو الكاتب بهم له دور جدا جوهري في نقل النصوص زيت كان إذن الشخصية اللي نمكن أن نسميها الكاتب بمعنى الشخص الذي يأتي في النص يحقق النص يدقق النص ثم يقوم بإصدار هذا النص نعم أوكي فاستخدموا أبو بكر في الجمع الأول في هذا الوقت ثم عندما أثيرت المشكلة مجددا في أحد وثمان وصار عنده مشكلة تعدد النصق القرآن وتعدد النصق القراءات واقتتال الأمصار واقتتال الناس على من هو صاحب النص الصحيحة اضطر مرة أخرى يلجى إلى كتابة جديدة ومن هو الأفضل اكتشف أني ما كان عنده زيد بن ثابت اللي بالأصل كان تلميز مدرسة يهودية بني ماسكة ذو الزوء أبتال السالفين طيب يعني لو حضرتك تدينا بعض الأمثلة على خليني أقرأ لك تعليق آخر جي لحضرتك النهاردة وسؤال مباشر لك عفا فيقودنا للنقطة اللي بعد كده المشاهدة هي متابعة من للمرأة المسلمة وبتكتب لنا دايما وانا سعيدة على فكرة بكتباتك يا إنجي فبتقول لنا آم آيو يا فإنجي بتقول لنا بقى إيه معليش حقرب لغتها سامحني خلي ضيفك يجاوب على الأسئلة دي وبعد ما يجاوب يمكن يفهم دا لو مش فاهم انت وهو فساري معلش فبتقول كده كم عمر زيد بن سابت عندما هجر الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة التي ولد وعش فيها زيد بن سابت وحضرتك رديت على الموضوع ده وردك الحقيقة كان فيه يعني إدانة أكتر ما هو تأكيد لبراءة زيد من أو براءة زيد ومحمد من النقل للأفكار اليهودية في القرآن تانية بقى بتقول أنه سورة الإسراء وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة بسنة أو أكثر وهي التي تتنبأ بمستقبل بني إسرائيل مش فقط ماضيهم أي لم يقابل حين نزلها النبي لم يقابل زيد بن سابت في هذا الوقت وبتقول أنه زيد كان بيتعلم بسرعة شعيئ شديدة وتعلم كتابة اليهود ولغتهم وليس كتاب اليهود كما تعلم السوريانية لكن كان بيتعلم لكي يكتب ويقرأ المرسلات بين الرسول ومن يرسلهم من ملوك أو عجم وبعدين بتقول بقى دي نقطة خاصة بقى بي بتقول أنها هي متأكدة أن أنا همسح التعليقات وهحاول ما يعني أو موريش الناس التعليق علشان خاطر ما يفكروش زي ما هي ابتدت بتفكر أنا سعيدة جدا أنك تفكر يا إنجي سعيدة جدا وبدل ما افتكرت أني همسح التعليق أنا حطته المشاهدين هو على الهوى وهيفضل دايما فيها أترك لك التعليق طب هم التعليق أني كيف يحتاج محمد إلى أن يطلب من الشخص أتعلم لغة عبرية من أجل المراسلات مع البلدان الأخرى العبرية لم تكن لغة عالمية أنا الزاك يعني كانت لغة محلية جدا 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 ومن المحتمل أيضا أنها كانت فقط لغة الكنس المجامع اليهودية لأنه كان في بلاد الشام كان الناس تقرأ باللغة الآرامية في مصر كان يستخدم اللغة اليونانية فإذن حتى العبرية كانت لغة دينية مقتصرة على فيئة محدودة من رجال الدين اليهود أنا الزاك عندما يطلب محمد من الشاب أن يتعلم اللغة العبرية فهو طلبنه أن يدخل إلى صميم يعني الرجال الدين أو الأكل روس اليهودي وللتعامل أيضا مع الناس اللي كانوا محيطين بي والنقطة اللي حضرتك قلتها أنه من يتعلم اليهودية في ذلك الوقت كان يتعلم مش بيتعلم اللغة فقط ولكنه كان يتعلم الدين أيضا نعم لأنه مراحل التعليمية لتعلم اللغة العبرية هي خاصة فقط بالمتدينين أنزاخ لم تكن لغة فقط حديثا رجعة اللغة العبرية اللغة العبرية الحديثة هي تستخدم في الحياة العمية في إسرائيل أما سابقا لم تكن لغة الحياة العمية فقط كانت لغة محدودة في المجامع وعند طلبة المدارس فقط بيت مدراش أو والنقطة الثانية اللي بتتكلم فيها هي موضوع الإعجاز وكان زكي جدا وتعلم بسرعة والكلام ده كله يعني فردا وليكن أعتقد أن دي نقطة من التفخيم زي ما قلنا لكن موضوع سورة الإسراء اللي هي حطته أنه سورة الإسراء هي فيها معظم المستقبل بتعليه ليس بس تاريخه لهو ما بسورة إسراء ليس فيها فيها إشارة إلى بني إسرائيل لكن ليس حتى كان اسمه القديم يعني سورة إسراء أو سورة بني إسرائيل ولكن فيها إشارات مطبيعين محمد كان في مكة عنده معرفة معينة نحن لا نقول أني محمد وصلت له جميع المعارف في هذه الحلقات ما تفضلتي وحكي ذلك كلام أو حتى في الأعلان أني محمد لم يكن عزيزيز لم يكن هو المصدر الوحيد هو أحد المصادر المعارفة إلى محمد يوجد أشخاص كسر اشتغلوا أو لعبوا أدوار معينة في حياة محمد في مكة ولكن ما يؤكد أهمية زايد أني عندما نقرأ إلى نزب إلى القرآن تجدين أن الجزء الأكبر من التشريعات موجود في سورة البقرة والمجموعات القصصية الكبرى موجودة أيضا في سورة البقرة فأيزا وهذه سورة أتت في المدينة بمعنى الجزء الأكبر أو التشريعات الإسلامية الموجودة في القرآن هي موجودة في الأحد المدني لم تكن في الأحد المكي يعني أبرز تشريعات مختلفة حتى آية الدين الموجودة في سورة البقرة الآية الشهيرة آية الدين الكبيرة تنص على كيف يحتاج شخص إلى الشاهدين من أجل أن يقترض شخص آخر هذه الآية موجودة في سورة البقرة في فترة المدينة عندما التقى مع اليهود عندما تعرف وهذا أيضا هو موازي في نصوص اليهودية نعم في بعض القراءات بتقول أنه أكتر من 70% من القرآن متاخذ من مصادر يهودية ما عنديش دليل على أنه 70% يعني ما عرفش أنه في حد أسهى لكن هناك الكثير من التعليم والتشريع والقصص القرآني مأخوذ من العهد القديم والعهد الجديد والتلمود وعن طريق أشخاص تنين يعني ورقة من النوفة لو إنه لم يكن معروف إنه يهودي الأسطوة لكنه كان عالم بالكتاب وكان يعلم محمد الكتاب إذا كان العهد الأديم أو الجديد نعم طبعا بخصوص ورقة ابن نوفة التي كان موجود في مكة بعض الأخبار تقول أنه كان ينقل الكتاب العبراني وبعض الأخبار تقول أنه كان شخص مسيحي يوجد تضارب هل هو كان شخص ينتمي إلى المسيحية أو كان شخصا يهوديا ويوجد تقول أنه ينتمي إلى التيار اليهودي المسيحي بكل الأحوال هذا الشخص كان قريب ابن عم خديجة وليه أيضا فيه ترجيح كثير أنه كانت بنفس الإيمان اللي ميشي على الورقة فعلى أرجح سواء كان مسيحي أو يهودي أو يهودي مسيحي فإذا كان معلم حتى الحديث الشهير اللي موجود عند البخاري لم ينشو برقة النوفة إن مات حتى توقف الوحي القطاع الوحي هذا الشهير موجود في البخاري طبعا المفسرين بيختلفوا قطاع الوحي أيام سنة أو سنتين يقال حتى فكر محمد أن يتردى من أعلى الجبال أن ينتحر برقة واضح أن كان مرشد روحي فإذا يعني إنتي مثل ما حبرتي موضوع زايد أبل ثابت هو حلقة من حلقات وصول المعرف إلى محمد في المدينة وليس الحلقة الوحيدة ولكن واضح أن زايد حلقة مميزة كان مكلف لاحقا بالمسؤولية على تدوين وتحرير القرآن وأيضا الأهميته الكبيرة أيضا زايد كان ثقة محمد أني قال أني أنا أريد أن أتمنك أنت أحتاج أن أتمنك أنت في الدقاء الحقيقة فضل دائم معدودة جدا أنا نفسي أنك تدينا مثل أو اتنين اللي حاجات أخذها القرآن من تعليم اليهود وتفضل والتاني نحن ممكن نحن ناخد نموذج من تشريعات أشهر تشريع أنا كنت صغير أسمع أني بعض الرجال الأطباء أعلنوا الإسلام عندما عرفوا أني في الإسلام يوجد ما يسمى العدد ونصفر أني أم مرأة تعتزل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر مرتبطة بحالة الزوج إذا كان ميت أو كان طلاخ كنت سمعت وقرأت كيف أن هذا هو أجاز علمي أن المرأة تحتاج حتى لو كانت كبيرة أو لا يوجد علاقة جنسية بين رجل إلى ثلاثة أشهر حتى يكون مهيئة لحمر جديد كان يعتبر هذا أجاز علمي فالمصادر مجمعة على أني بين قوسين هذا الأجاز إذا كان أجازاً علمي فإذن الفضل يعود إلى التلموت لماذا؟ لأنه في مشناء ياغموت لصح أربعة العدد عشر بيقول أن المرأة المطلقة لا تجوز للمرأة المطلقة أن تتزوج رجلا إلا بعد القضاء تسعين يوماً من الطلاق لماذا؟ للتأكد أني لا يوجد أي حمل من الرجل السابق إذن هذا الشرط هام جداً في التلموت وهذا شرط غير موجود بالمناسبة العرب قبل الإسلام ما كان عنده اعتزال المرأة إلى بعد وفاة زوجها كانت المرأة إذا توفي زوجها تبقى ما يسمى شبيهها بالعدد لمدة سنة معتزلة أما المطلقة فكانها حق الزواج فوراً باليوم التالي من الطلاق ف ما عندما فيه نص آخر أصدام فيه نفس النص المشنا بيقول كمان أن المرأة إذا كان زوجها متوفية عنها فأيضاً عليها واجب الانتظار تسعين يوماً لماذا؟ لأنه متضروري التأكد عندما تحمل تحمل من الأب الحقيقي ليس لها أي آثار من طفل يعني من أب أو رجل سابق طبعاً ده بالنسبة للمسلمين دي معلومة جديدة لأنه إحنا كنا نعتقد أنه الإسلام هو اللي بتدعى هذا الإعجاز العلمي هو مش إعجاز علمي ولا أي حاجة هو موجود في العهد الأديم أو موجود في كتبات أخرى ولكنه أيضاً يعني مفهوم إنساني يعني الحملة أو لا تكتشفوا اتقال عن تفضل قلت أني في العصر القديم ربما الآن الوسائل الحديثة بتسمح بعد أسبوع ربما أنا لست عارفاً في هذه المسائلة الطبية ولكن ربما للم الحديث قادر يقدم إيجابة للمرأة المطلقة أو الأرملة بعد أيام ربما بتحليل دم ولكن سابقاً كان الأمر الوقيد المتح ونتظار فترة زمانية الطرح هو هي ثلاثة أشهر يعني براي فترة منطقية مقبولة لماذا لأنه لو المرأة تحمل بفترة غامضة إذا كان الزواج مباكر سوف يصبح التباس أن هذا الطفل ابن من؟ ابن الزوج الأول أو الزوج السابق إذن هذا يعمل التباس سوف تكون حياة الطفل الصعبة ومستقبل الطفل موضوع سيء جداً إذن حتى الخفاظ على الطفل فيه عندما يكبر بعد كده نتكلم بقى عن الحملة أربع سنوات بقى ويبقى كل الناس محتاجة مش عارفة مين ابن مين طيب نصير لقد أربع سنوات لك نعم طيب فاضل دي زيد بن سابت تقال عنه أنه لولا زيد لكانت الفرائد هتذهب من الناس كانت أهميته كبيرة عند محمد لأنه كان يعلم الفرائد وهو غالباً ما نقدمها وعلمها لمحمد وعلمها للمسلمين حسيبك تدينا ختام في دقيقة تقول إيه للمشاهد عن يعني إزاي ينتبه لما يتعل يعني أنا ممكن يعني أخذ اقتباس من شار لحسان ابن ثابت لحسان ابن ثابت شار شهير في مخطع منه يقول ومن القوافي بعد حسان وابنه ومن للمثاني بعد زيد ابن ثابت حسان ابن ثابت يفتخر أني هو صاحب الشعر الحقيقي هو وابنه وأني ما في حدا من بني نجار له مثيل بين العرب بين البن والشعر ولا يوجد شخص ومن للمثاني بعد زيد ابن ثابت بمعنى من القرآن هميته في القرآن مثل شخص زيد ابن ثابت إذن حسان حسام الموضوع قال من للمثاني بعد زيد ابن ثابت أشكرك من كل قلبي على وجودك معنا النهار ده وأتمنى أنه يكون ليك معنا لقاءات أخرى مش بعناش ملحقناش نكمل الكلام والفكرة بشكرك جدا على وقتك وكرمت معنا رب يبارك شكرا جزيلا عليك والمشاهدين العزاء مشاهدين يظل القرآن محل سؤال ويتظل مصادره محل سؤال وأرجع وأقول لك أنت وانت النهار ده وانتو بتشاهدونا أنت صاحب السؤال وقلبك هو اللي الله بيطلبه منك النهار ده فكرك لازم تكون أنت متأكد أن يوصلك لله ولا لا بصلي أن الله يقودكم في الطريق إلى معرفته معرفة حقيقية تغير حياتك اليوم بشكركم وإلى اللقاء في حلقات أخرى